السلام عليكم شباب صف الثالث الاعدادي. وصلنا نهاية المطاف في فرع الهندسة اختبار تراكمي رقم ستة. ومعها نكون خلصنا كده كل الاختبارات التراكمية سواء جبرة او هندسة للصف الثالث الاعدادي. حل السؤال الاول اخترى الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. بيقول لي البعد العمودي بين المستقيمين سين تساوي خمسة. والسين زائد تساوي صفر. هنودك تلاتة دي بعكس الاشارة عشان تبقى سين تساوي سلب ثلاثة. سين تساوي خمسة. اللي هي هناك وسين تساوي سلب ثلاثة اللي هيك. هو وأعيز المسافة دي. المسافة دي بخمسة والمسافة دي بتلاتة المسافة بتلاتة لكن هو عندي سلب تلاتة يبقى البعد العمودي خمسة زائد تلاتة تمانية رقم اتنين في المربع سين صاد عين لا. اذا كان ميل سين عين يساوي واحد. فان ميل صاد لام. صاد لام طبعا عارفين ان الكتران في المربع متعمدان. واحنا عارفين انت لما متعمدان يبقى حاصل ضرب ميلهم بسلب واحد. يبقى احنا عايزين واحد في حاجة تدينا سلب واحد. ما فيش غير السلب واحد. يبقى لازم يكون الميل الثاني العمودي عليه سلب واحد. رقم ثلاثة معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة اثنين وسلب ثلاثة. ويوازي محور السينات. طالما يوازي محور السينات يبقى قول على طول صد يساوي سلب ثلاثة. اهي. خطها قاعدة كنت. قال لك يوازي محور السينات اشتب السينات واختار الصداة. قال لك الصداة اشتب السينات واختار الصداة. عايزين تفهمها ليه؟ تعال اقول لك نفهمها ليه ازاي. معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة اثنين وسلب ثلاثة. اوي اقدر واحد اثنين وسلب ثلاثة. واسلب واحد سلب اثنين وسلب ثلاثة مخلق ثلاثة. اين ايه. يوازي محور السينات. اهو يوازي محور السينات. يبقى téléما قطع محور السلب ثلاثة kehدا joueه troll li رقم أربعة إذا كانت الأطوال ثلاثة وسبعة ولام هي أطوال أضلع مسلس فإن لام يمكن أن تساوي طبعا أطوال أضلع مسلس يبقى لازم المستقيم التالت ده في الفترة ما بين طرحهم وجمعهم سبع ناقص ثلاثة أربعة وتلاثة زائد سبع عشرة اللي أربعة طبعا مش معانا عشان فترة مفتوحة والعشرة مش معانا يبقى تبقى اللي ما بين اللي أربعة والعشرة هي السبع يبقى به برده رقم خمسة إذا كان المستقيمان سين زائد ساد يسوي خمسة وكاف سين زائد اثنين ساد يسوي صفر متعاملين فإنها كاف طيب تعال أقول لك حاجة عشان نجيب خلاصة كده طالما مستقيمان متعاملين يبقى تجيب ميم واحد وتجيب ميم اثنين وتضربهم فبعد ولازم يكون حصل ضرب ميلهم بسلب واحد طيب هنجيب ميل ده ازاي خليلي الساد في طرف الواحدة يبقى ودي دهناء خمسة ناقص ثلاثة ميم واحد ستكون معامل سين سالب واحد نفس النظام هنا ودي السين بعكس الاشارة السين معها كاف ستكون سالب كاف سين أنا بح supermarket فقط يبقى تقسم منه على الاثنين وهنا على الاثنين سات تقوم سالب كاف على الاثنين سين الميل اللي هو معامل سين يبقى ميم اثنين سالب كاف على الاثنين طالما مستعمائي دهنى يبقى حصل ضرب مي sampai خلال عليه سائد يبقى ميم واحد في ميم اثنين يسوي سالب واحد يبقى سلب واحد في سلب كف ع الاثنين يساوي سلب واحد ، السلب في سلب بموجة بيبقى كاف عل الاثنين يساوي سلب واحد. كف واحد بكاف واثنين في سلب واحد بسلب اثنين ، يستخدمها طويل قليلاny لكن الفكرة معروفة بسلب اثنين رقم 6 يقول لي إذا كان زا سين زائد 20 درجة يسوي جزر ثلاثة حيث سين قياس زاوية حدة فإنه سين طيب عشان نجيب زا الزاوية أو نعرف الزاوية نفسها لازم نعمل شفت تان جزر ثلاثة ما عرفش عملها دي غير بالأقل الحزمة شفت تان جزر ثلاثة إليها تسوي 60 درجة يبقى الزاوية كلها ديت تسوي 60 كم زائد 20 يبقى 60؟ 40 درجة رقم 2 إذا كان ألف يسوي سالب 2.3 وبه 0.5 وجيم هي منتصف ألف به سالب 2.3 وبه 0.5 وجيم هي منتصف ألف به أوجد معادلة المستقيم العمودي على ألف به ونقوم بعملها ونقوم بعملها دعنا نفهم شيء لكي نجيب معادلة المستقيم يحتاجون حاجتين نقطة والمال نقطة نقطة مرة بالمستقيم منتصف ألف به ونقوم بعملها ونقوم بعملها ونقوم بعملها نقوم بعملها ثلاثة زائت خمسة على الاثنين سالب 2 على الاثنين فالسالب واحد وتلاثة زائت خمسة ثمانية على الاثنين فالأربعة يبقى أنا كده جبت النقطة بعد ما جبنا نقطة المنتصف تعال نجيب المال طبعا عارفين ان المال بتاع المستقيم ألف به فرق الصدات على فرق السيناء ونقوم بعملها خمسة نقص ثلاثة على صفر نقص ثلاثة خمسة ثلاثة اتنين سالب في سالب تبقى موجب. صفر زايد اتنين اتنين على اتنين فالواحد. عايزين بقى ميل العمودي عليه المستقيم العمودي عليه ده. اللي نفترضه لها مسلا. يبقى ميل المستقيم العمودي عليه. اللي هو لم. اعكس هات المعكوس الضربي والمعكوس الجامع. طبعا المعكوس الدربة للواحد واحد والمعكوس الجامعي سالب واحد. جميل كده با? تعال بقى نتجيب ايه? وعدلة المستقيم. اللي هي صاد تساوي ميم سين زائد جيم. طيب. الميل اللي هو السالب واحد يبقى سالب سين زائد جيم. عشان تجيب جيم لازم تعود بسين وصاد. ساد باربعة والسين بسالب واحد. ادي ساد باربعة والسين بسالب واحد. يبقى ادي اربع سالب سالب بموجة بواحد. ودي الواحد بعكس الاشارة يبقى جيم اربعة ناقص واحد يبقى جيم بتساوي ثلاثة. طيب. عايزين بنجيب المعادلة? انه كده معنا جيم بتلات. يبقى المعادلة من هنا كده صاد تساوي. الميل بسالب واحد يبقى سالب سين زائد جين بتلاتة يبقى زائد تلاتة. فكده الحل كامل. امسح بقى عشان نحل اللي بعديها. رقم ثلاثة يقول لي في الشكل المقابل. الف بيهجيم مسلس قائم الزاوية في جيم. الف بيهجيم يساوي ثمانية سنتي. اوجد جتا الف جتا به ناقص جا الف جا به. ورقم اثنين قياس زاوية بها. عشان تقدر تجيب الدول المثلثية لازم يكون معك التلات اضلاق. احنا معنا اثنين منهم. نقدر نجيب التالت اللي هو الوطر. فعشان نجيب الوطر اللي هو الف بيهجيم لازم نقوله بما ان المثلث الف بيهجيم قائم الزاوية في جيم. اذا الف بيهجيم لكل تربيع يساوي بيهجيم لكل تربيع زائد الف جيم لكل تربيع. تربيع. يبقى الف جيم لياه ستة تربيع زائد الف جيم لياه تمانية تربيع. يبقى الف بيهجيم لكل تربيع ستة تربيع بستة وتلاتية. وتمانية تربيع اربعة وستة. كل ده سواه مية. ستة زائد حافر عشرة. سفره معنا ال واحد حاضر تربيع ستة. يبقى الف بيهجيم هاي جزر المية. نضيفها عالفه الي ببقى 2 سنت انظري في عالف اعدك سنتهي فالطفون المجاور على الواطر ثم يجب نضيفها يجب نضيفها ثم يجب الجاور على الواطر يجب جاة ألف يجب المقابل على الواطر يجب جاة ألف طبعاً لو تلاحظ ستة العشرة في تمانية العشرة ناقص تمانية العشرة في ستة العشرة هي هيها تطلع بصف عايز قياس زاوية به عشان تجيب به مثلاً تشتغل بالجابه جابه المقابل على الوطر المقابل للبه اللي هي ستة والوطر كده كده عشر عشان نعرف نجيب الزاوية نعمل شفت صين ستة على عشر شفت صين ستة على عشر الياب تساوي ستة وتلاتين درجة واثنين وخمسين دقيقة واحداشر وثلاثة وستين من مئة سانية بس احنا هنقربها نخليها اتناشر ساني يعني ستة وتلاتين درجة اتنين وخمسين دقيقة واثناشر ساني وكده يا شباب يكون انتهى اختبار ترقومي ستة مفيش اختبار ترقومي سبعة خلاص نلتقي ان شاء الله في الامتحانات النهائية لفرع الهندسة وبنسنسوش يا شباب دعموكم باللايك والشير وسبسكرايب ودعواتكم عشان نقدر نكمل المحتوى لنسى مشوار طويل وبالتوفيق يا شباب وشكرا وسلام الله عليكم